وجدت مسألة التفويض من قبل المجلس العسكري للمشير السيسي للدخول في الانتخابات الرئاسية قبل هذا هناك ملاحظة قد قابل محمد بورسي مجموعة من فريق الدفاع الخاص عنه ثم بعد أن خرجه قتل محمد مبروك لأنه أبلغهم أن محمد مبروك هو الضابط المسؤول عن ملف خياناته لمصر بشكل واضح وهذه معلومة من لا يدري عليها أن يبحث ويعرف ما المعلومات أما الجزء الخاص أيضا هناك كلام آخر أيضا يتهم جهات أخرى بتصفية محمد مبروك أما الجزء الخاص لا بأس جاوبني عن سؤالي عفوا أنا هنا بيدير الجلسة جاوبني عن سؤالي لم تكن صيغة سؤال منضبطة حيث لم يفوض الجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي للتراشح للرئاسة بل تناقش الفريق عبد الفتاح السيسي مع مؤسسة العسكرية مع المجلس العسكري لكون وزير الدفاع الآن حول استقالته والتراشح للرئاسة دعني أخذ من النائب الأمريكي جون مكين عندما سئل عن ما يجري في مصر وقال عندما تمشي مشي البطة وتصيح كما البطة فأكيد أنها بطة جملوا كلمة التفويض كما تشاءون ولكن سؤالي واضح ما جرى من قبل المجلس العسكري بمنح تفويض دفع قبول طبعا تفويض هو تفويض من المجلس العسكري عليك أن تستمع إلى بيان المجلس الأعلى لقوات المسلحة طيب سميه كما تشاء وعلق لي على الفكرة سميه كما تشاء وعلق لي على الفكرة تفضل الفكرة بشكل واضح أليس من حق أي مواطن مصري يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية كاملة أن يتراشح للرئاسة أليس من حق الشعب المصري انتخاب ما يراه كفءا إدارة شؤون بلاد أليس من حق الشعب المصري اختيار أو انتخاب هذا الرجل هل كل مصري يتراشح للرئاسة يطلق تفويضا من المجلس العسكري لم يفاوض المجلس العسكري لا تعد الصياغة بهذه الطريقة المجلس العسكري يا أخي دعني أسأل كما أشاء دعني أسأل كما شاء ولكن أن تجيب كما تشاء لا تتكلم بلساني ولا تتكلم بلساني لا تقول غير منضبط تقول غير دقيق ولا كده غير منضبط غير دقيق لكذلك تفضل يا سيدي تفضل من حق الشعب المصري اختيار أي ما كان لرئاسة مصر ومن حق الشعب المصري خلع وعزل أي من كان عندما يكونوا رئيسا ويرتكبوا جرائم سواء دستورية أو سياسية في حق الشعب كما فعلوا مع مبارك وكما فعلوا مع مرسي